استنكار وتنديد تظاهرات وتصعيد هذا ما تشهده أغلب مدن البلاد ردا على حرق المصحف الشريف وعالمنا العراقي في كاركوك خرجت مكونات المدينة نصرة لدينهم مارسوا طقوصا وفعاليات أرسلوا من خلالها رسائل للعالم بأن كل من يسيء للقرآن وجبت مقاطعته حرقنا العالم السويدي ذلك لعدم استنكارهم لما فعلوا هذا الكافر حرق القرآن الكريم وحرق علم دولتنا العراق العلم اللي ضحينا وانطينا من أجل شهداء وهذا الشيء ميجوز هذا الشيء لازم يعني دولة نفسها دولة سويد تأخذ إجراءات بحقها فمن سكتات إحنا رحنا بالمقابل حرقنا علمهم ونمثل إحنا إحنا نمثل هذا القرآن الكريم هذا القرآن اللي هو حرقه اللي بسبب انتشر الإسلام والحمد لله والشكر أنه وعدنا هذا دستورنا ألف الحمد لله والشكر هذا قرآننا وهذا دستورنا ونعم نعم للإسلام قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي بلد يمنح رخصة الإساءة للأديان تحت ذريعة حرية التعبير ذلك أبرز ما يطالب به العراقيون نحن نستنكر هذا العمل الجبان الذي فعله في كتابنا الشريف العظيم ونحن نستنكر حرق العالم العراقي ونحن ندعي الدول العربية كافة في وقفتها أن القرآن ليس قرآن العراق فقرآن الإسلام جميعا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بآيات من كتاب الله وحرق لأعلام الدول المسيئة وقف الكاركوكيون صفا واحدا للدفاع عن كتاب الله المقدس لقناة الفلوجة عبدالله العامري كاركوك